تتكلم عن الظلم يعني معنى كده ان احنا لو بدأنا نتكلم عن الاسباب اللي بتخلي الابناء يعقوا ابقهم وامهاتهم ممكن يكون من ضمن الاسباب انه شايف ان امه ظلمته او ان ابوه ظلمه خليني اناقش النقطة دي مع حضرتكم من بعدها تقول لنا ايه الاسباب اللي تخلي حد يبقى بأسوة القلب دي ان الغريب يبقى حنون على ابوه ويعيط عليه وابنه اللي من لحمه ودمه ومن صلبه وشهمه ورميه في الشارع طبعا الابا والامهات عليهم دور لان التربية في الصغر تعليم القرآن تربية على اخلاق الاسلام هي اللي بتنشأ حد لما يكبر وانحنا بنقول للناس دا دايما وانحنا بنوجه كدعاء ومصلحين دايما نقول للناس يا جماعة الناس اللي بتصرف اموالها على المدارس الانترنشنال وعلى التعليم ما عرفش ايه وكذا وينسى انه يعلم ابنه القرآن يعلم ابنه الاخلاق الاسلامية خد بالك ربنا هيدخل لك دعوة الولد الصالح مش دعوة الولد اللي مش عارف في منصب ايه ولا وولد صالح يدعو له فانت حرص على ان انت تستثمر في صلاح ابنائك دي نقطة مهمة جدا انه فكرة كله حريص انه مشكلهم ازاي في مدارس ايه لكن تيجي عند القرآن اوالله ممكن في اي وقت يبقى يحفظ مش مشكلة اجهزة مش مهم في اجهزة لما يفضع بعدين دا المذاكرة اهم وهكذا او التمرين اهم او الاخلاق صفة عامة او ان يرتبط ببيئة صالحة المهم يبقى ببيئة شكلها ازاي ممكن البيئة دي ما تكونش صالحة لا فاحنا دي نقطة مهمة نوع احنا ربناهم ازاي عشان بعد كده هما يحفظوا هذا العهد ويراعوا هذا السن لما نكبر ويبرونا يعني احنا ربناهم ممكن يكون احنا السبب ان اولادنا بيعقونا طبعا ممكن مع ان في اباء وامهات بيقولوا احنا ربنا احسن تربية وطلعوا كده وان كان هذا ابدا وكلامنا دلوقتي للابناء والشباب دا ابدا ليس انه اي سبب من الاسباب ليس السبب ان انا اعق ابي وامي الامام حمد بن حنبال جواحد سأله هل يختلف الرجل مع ابويه ينفع نتناقش كده وانا اقول له رأيك وانت رأيي وانت بتقول لي ما تعمليش وانا لأ هعمل وكذا وما تخرجيش مع صحابتك دي هاخرج وكده ونتخانق يعني نختلف مع ابويه قال ولا مع نعلهما يا الله نعل بتاعهم حتى ما ينفعش نختلف معهم دا درجة دا درجة دا نوصل لها امي ومش في معصية يعني بس عشان نعرف ادي ايه شريعة جات محكمة وجاية تبين اهمية الاب والام دول حتى لدرجة ان هما يكونوا كفار وليس بعد الكفر زنب وبيتخانق معاك بيتخانق معاك ومعاك علشان تسيب الاسلام وتدخلي في الكفر وانجهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة وقدمت علي امي مشركة يا رسول الله قال صدي امك يعني دا دين محكم من عند ربنا سبحانه وتعالى كامل مكمل ليس فيه صغرات حتى لو كانت مشركة حتى لو كانت بالشكل دا واحد خارج للهجرة والهجرة في الوقت دا كانت فرد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وخرج بدون اذن ابيه واميه قال تركت ابويه يبكيان واتيت يا رسول الله لأهاجر معك ألحق بك وأهاجر معك قال ارجع الى ابيك وامك فأضحك هما كما أبكيتهما رجعوا تاني سيب الهجرة اللي سوابها ايه وشك لها ازاي وارجع تاني وضحكهم زي معياتهم زي ما بكيتهم في قصة لطيفة جدا حصلت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب واحد اسمه أمية الكناني قصة مشهورة لكن لطيفة جدا وبتبيلنا قد ايه ان الاباء والامهات ليهم فضل كانوا كبروا جدا وعندهم ابن وحيد اسمه كلاب وبعدين كلاب هذا اشتاق الى الجهاد وهو وحيد اباه وامه فراح لسيدنا عمر وقال ايه امير المؤمنين اذا اللي في الجهاد قال استأذن اباك وامك خد الاذن الاول وده عندنا حكم فقهي بالمناسبة وفي خلاف طويل بين الفقهاء واغلبهم اجماعوا على انه لا يخرج باذن ابيه الا باذن ابيه وامه لازم ابوه وامه اذنه مع ان الجهاد شكل ازاي عندنا في الاسلام حاربوا الشهادة لازم يأذنه فراح فضل يلح عليهم حتى وافقه وافقه طبعا بتعت ضغط بعد ما خرجوا اميه هذا كان جالس رضي الله عنه وارضاه ووجد حماما يطعم صغاره فعد يبكي وينشد لمن شيخاني قد نشد كلابه كتاب الله لو عقل الكتابة تركت اباك مرعشة يديه وامك لا يتسيغ لها شرابة والابيات شعر تاني انها استعدي ربنا سبحانه وتعالى على عمر بن الخطاب مع انه وافق لازم يرجع لي كلاب والابيات دي وصل لسيدنا عمر فارسل طلب كلاب هذا وجابه وقال له ما بلغ برك بأبيك وامك ايه الحالة اللي بينك وبين امك وابوك علشان يبقوا في القلم النفس ما تركت شيئا الا فعلته برا بهما وكنت اذا جاءت الابل لما تيجي الابل فجاي من الشمس يضع الضر هذا يظل يغسله بماء بارد حتى يحلب اللبن فيكون بارد يسقيهم فقال له ايه اذا طبعا هو جاب كلاب هذا وامي لا يعرف قال فاني اريدك ان تحلب لابيك كما كنت تفعل انا عايزك تعمل كده ولسه امي لا يعرف ثم استدعاه شيخا كبيرا قد ضعف بصره وانحنى ظهره فاجلسه وقال لما تريدوا من الدنيا يا امي قال ان ارى ابني فاشمه واضمه اللي هو كلاب ليس لي اه مش عايز حاجات فجاء باللبن امي كلاب دخل باللبن وابوه لا يرى ولا يعرف انه موجود وعطاه فلما امسك اللبن وقربه منه قال اني اشم ريح كلاب في هذا اللبن يا سبحان الله يعني ادي القصص دي بتنقلنا المجتمع ده كان متماسك ازاي وناشئ الاب والام اللي هم المكانة العليا فيه احنا لسه نتكلم عن البر اشتركوا في القناة